نروح بقى يا جماعة لأخبار أخرى بعيدا عن المنتخب المصري لكرة القدم نروح لنادي الأهلي خلال الساعات اللي فاتت نادي الأهلي بيجدد المفاوضات بتاعته مع كابتن محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كيليو باترا علشان يتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية مارسل كولر المدير الفني لنادي الأهلي بيتمسك بالتعاقد مع الحارس حتى يعني يكون بجانب مصطفى شوبير في ظل إصابة طبعا كابتن محمد شناوي في الكتف الأهلي حاليا بيكثف مفاوضاته مع إدارة سيراميكا كيليو باترا علشان يحسم الصفقة وبيعرض عليهم الثنائي في المقابل بقى أحمد عبدالقادر ومصطفى مخلوف حارس فريق الشباب مقابل استعارة محمد بسام وأنا هنا عندي يعني رأي وقد يكون يعني رأي بيتقال مصطفى شوبير حارس واعد جدا جدا ولما تم وضعه فيه اختبارات واختبارات كانت من الصعوبة بمكان وإحنا شفناها طبعا والراجل يعني كان بيؤدي أداء كما لو كان عنده خبرة عشر سنين في حراسة مرمى عارين النادي الأهلي قدام الوداد في النهائي لما في المطش اللي كان هنا في مصر تمام وغيرها من الاختبارات فأعنا أعتقد والله أعلم أن ما يتردد عن موضوع التعقد مع كابتن بسام أو أي حد تاني أعتقد أنه ممكن يكون لي تأثير سلبي على مصطفى شوبير أنا من رأي ويعني أنا العبد الفقير أنه إده فرصة يا جماعة لمصطفى شوبير مصطفى شوبير على فكرة مش صغير يعني آه إحنا هنا طبعا بمعايير بتاعتنا إحنا ممكن اللي عنده خمسة عشرين سنة وستة عشرين سنة وسبعة عشرين إحنا رسا بنشوفه أنه لعيب شاب لا لا خالص يا جماعة يعني مش عارف أجابها لكم إزاي بس لأ هم هناك بيقولوا لأ ده خلاص ده يعني قرب يعتزل يعني آه يعني آه مصطفى شوبير عنده عشرين سنة يا جماعة ولعيب يعني نصيحة وأنه هو نديله فرصة يعني تمام؟ إحنا رسا مكملين فيه أخبار النادي الأهلي دكتور أحمد جبالة رئيس الجهاز الطبي بنادي الأهلي الأشعة الأجراها على وسام أبو علي مهاجم الفريق الفلسطيني الجديد أثبتت أنه هو أصيب بشد في العضلة الخلفية تم تحديد تحديد البرنامج العلاجي والبرنامج التأهيلي بعد طبعا انتهاء البرنامج العلاجي علشان يتم تجهيزه وعلشان يرجع تاني يشارك مع النادي الأهلي كابتن أو دكتور جبالة بيوضح أن وسام أبو علي اشتكى من ألام في العضلة الخلفية بعد نهاية التمرين اللي كان مبارح على ملعب التيتش تم إجراء الفحصات الطبية وطبعا الناس عايزة الفريق الطبي كان عايزة تطمن طبعا على حالته بتعرف على حجم الإصابة بتاعته ده فيما له بصلة بوسام كمان الدكتور أحمد جبالة رئيس الجهاز الطبي لنادي الأهلي فيما له صلة بقى بكابتن علي معلول علي معلول بيؤدي النهاردة جلسة في الجيم على هامش مران الفريق بعد ما تعرض لي نزلت برد تقديم مصر كلها يا جماعة مصر كلها عندها نزلت برد يعني ألف سلامة على كل طبعا على كابتن معلول هو على كل من أصيبه بنزل البرد فيه تحديدا في الوقت دو على أية حال رجوعا للخبر كابتن علي معلول إن شاء الله حيرجع ينتظم تاني فيه التدريبات الجماعية بعد ما حالته تتحسن معلول كان نضم ليه التدريب يوم الخميس اللي فات بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كود دي فوار طيب إحنا رسنا مجملين معاكم في أخبار نادي الأهلي نادي الأهلي بيعلن عن التوقيع مع الثنائي الغاني تحت السنة سامويل أوبونج وده لاعب فريق أم أسكي زيلينا ولعب ريندورف أدوم سارابا ده لاعب نادي شيطة ده العقد بتاعهم بتاع اللعب ده أو ده بيمتد لمدة أربع مواسم ونصف تمام والاتنين دول حيتم تقييدهم في فريق الشباب بالنادي الأهلي عندنا خبر من الأخبار بالنسبة لي أنا من الأخبار المفرحة يعني من الأخبار اللي فيها أمل وياريت ياريت الأخبار دي تتكرر كتير يمكن يمكن الواحد يحس ان احنا عندنا أمل الواحد يحس ان عندنا حداشر لعيب إمام عشور حداشر لعيب محمد عبد المنعم حداشر لعيب تريزيجي حداشر لعيب مرموش يعني نتمنى ذلك أحمد عبدين ده مدافع في نادي الأهلي موليد 2006 بيوقع على عقد مع نادي لمدة خمس سنوات في حضور الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع النشئين والكابتن بدر الرجب المدير الفني للقطاع بعد المستوى المتميز اللي ظهر باللعيب خلال الفترة اللي فاتت بينضم خلالها لتدريبات الفريق الأول وكمان يشارك في معسكر الإمارات الأخير بيستحق إشادة الجهاز الفني علشان القدرات الفنية القدرات البدنية اللي بيتمتع بيها اللعب ربنا يحرسوا ويريت نشوف كتير من هذا النموذج عندنا مش بس في نادي الأهلي في كل الأندية المصرية ويا رب يا رب أن هذه النماذج يعني نشوفها بعد إذنكم يعني محترفة في في أندية أوروبية يعني نتمنى ذلك